بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكو استاذ وليدي المعداوي من gfx academy.net معنا استفسار مهماوي من استفسارات جملة والحقيقة انا حبيت اعمل الاستفسارات الصعبة او الطويلة شوية كلها بالفيديو عشان يبقى كونتنت كويس قوي داخل جملة هنا في الموقع على اكاديمية gfx academy السؤال بتاع النهاردة هو هل في فرق بين التحديثات بتاعة ال css يعني هنا بيقول اه في هال يختلف اه بوينت وان او او اه عن بعض اقول لك في اختلاف بسيط في عدد شوية اكواهات بسيطة بتدي شوية همازات تمام يعني كل واحدة من دول كل ما قريت من بوينت تو لبوينت سري او لسري هتبص تلاقي في شوية اكواهات زيادة بس بتعملك شوية حاجات زيادة يعني لو حبيت تستفيد اوي خش على w3 schools w3 schools ده موقع مشهور اوي في تعنيم اللغات المرمجة هتلاقي عليه ممكن ندور من خلال نتبق على الفجانات التانية لو انت عايز تستفيد شوية وتعرف الفرق بين وتعمل المقارنات بين من السي اس 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 ده بالنسبة لاول استفسار تانية استفسار وده الاهم بقول لي انت ازاي لو انا نسيت الكنترول بانل بتاعة لوحة التحكم يعني عندي لوحة التحكم هوا والله اجيب بعمل الكنترول بانل الباسورد تاعة الكنترول بانل بسيط لقيت نفسي ناسيها ومش عارف اعمل ايه اقول لك ما تغلطش الغلطة دي ما تغلطش الغلطة دي لان الموضوع مش بالسهل كده تمام انت المفروض ان اي باسورد انت بتعملها لازم بتكتبها برا برا الجهاز لان تكتب عندك نوتا او كاشكوية كده زي انا بقولوا او اي حاجة بتكتب فيها معينة كده الباسوردات والتنظامها كويس جدا طب فرضا فرضا يعني على اسوأ الظروف اللي انت نسيتها خلاص في موقع هتخش عليه اسمه .net انا هحط الاستثار مع الاستثار اللينك ده هتلاقي فيه نيو باسورد والباسورد اللي انت بتكتبها اللي انت عايز تغيرها دلوقتي يعني انت كنت تكاتب مثلا باسورد احمد مثلا معينة ما انصحش باي باسورد سهلة خلص لازم تعمل الباسورد فيها ثلاث حاجات حروف كابتل وحروف سمول وارقام والحاجة الرابعة كمان حروف اللي هي الغريبة اللي هي لو انت دوست على shift 1 2 3 4 لغاية 0 بتلاقي فيه حروف فوق في المية وعامة الدولار والحاجات دي تمام فهتكتب من نيو باسورد اللي انا هكتبها اللي انا عايز اخليها دلوقتي هخليها مثلا وليت تمام وايان يكون بقى تقول له ايه generate SQL string هتاخد ده كله دي الباسورد بتاعتك تمام دي كده ctrl c بتحطه في التابل بتاع ال data base اللي عندك على c panel اه ده الكلام ده كبير تعال اخده تخش على c panel بعد ما دخلت ال data base او c panel هتخش على php my admin دخلت عليها تمام هتخش على SQL او SQL عندك بقى ايه مساحة هنا اوكي هتخش لي على الحتة دي تضغط عليها كده كنترول V وانا كده هبغير مين الباسورد ايه دي الكود بتاع الباسورد الجديد اوكي ده باللغة اللي يفهمها SQL او باللغة SQL باللغة اللي يفهمها عشان تقدر تعمله وتقول له الباسورد دي للادمنستريتور اوكي وتروح رايح اقل له go مجرد ما بتعمل go هترجع على control panel وتكتب الباسورد انت تلسه كاتبها هي اسمها وليد هتلاقيه دخل بيها عادي خلص دي اسهل طريقة انا وجدتها من غير لف ودوران يعني انت لو في طرق تانية كتير بس هلففك معايا كعب داير فانا حاولت الاقي حاجة اسهل ما يكون دايما دايما خلي بالك من الموقع ده اللينك ده بالذات واحفظه عندك في نوتباد مثلا او في ورد او في حاجة في فولدر وسميه مثلا في اي بي فرجوملة مثلا او اي حاجة عشان تبقى حاجاتك كلها المهمة دايما داخل الفولدر ده اتمنى اني اكون وفقت في الرد على الاستفسار البسيط ده واشوفك ان شاء الله او اشوفك ان شاء الله في استفسار تاني في جملة السلام عليكم القلاة اتمنى ان شاء الله لا بقى